بتنجح وهلأ أصول هتعيش زي ما عاشه العظماء بتوعنا أول ما ذكرتي عبدالوهاب عاشت زي تعرف عبواب ده كان إيه في يوم الأيام كان بالجلبية بيروح رود الفرج عشان يتفرج على سيد درويش ولما وصل الأمر لشوق لما سمعه أمر الحكمدار الإنجليزي قالوا ما تطلعوش فجي اشتغل إيه بشوفه قالوكه صابي تارزي في سيد الشعراني في باب الشعرية وبدأ شوق يأخذ عبدالوهاب ويطلع به عبدالوهاب لما شاف أول واحد طلع في فيلم اللابس الريدين جوت والسموكين عبدالوهاب بإين اللي قال لي ده ده بقى للثقف والعب طب مين عبدالوهاب اللي عمل الجندي و الوكيله باطرة ويووو بفكر في الناسين ولحن لكل مطربين وبقى العالم العربي بيحتفل بيه وافتكر مناسبته اللي احنا نسينا اللي احنا ما بنخرك أتكلم عن عبدالحليم أعمل حلقة وأقول ما نعبدالحليم من مرسي جامل عزيز من مأمون الشناوي دول الأدامة طبعتي أغنية من دول وقريها الناس حتفوق طبعا موجودة الأغنية أستاذ حلمي يعني احنا اللي سبتين معنا دلوقتي الجيل برضو اللي هو يعني الجيل اللي بالنسبة لنا كبار من شباب صغيرين عمر الدياب الهضبة محافظ لحد دلوقتي كويس تامر حسني وحمائي على نفس عرف تامر حسني القمة زي ما قلوه وفيه رامي صبري صوري بقى ورامي صبري ورامي صبري لبتيجي منطربة بعد كده يتأخذ أغنية مايكل جاكسون وتغنى اللحن وروح تجايب مايكل جاكسون ودحمته في الأغنية طلق اللحن ما السروق نشيل الغطا ولا نسكوت نسكوت طيب ايه سر انه يفضل عمر الدياب ما شاء الله يعني ما بيردش وما بيكلمش ومحافظ على مستوي بحيي عارفة ليه مفيش مطرب بلغة العصر ده والزمن ده يسمر الاربعين سنة مظلوط يبقى إذن الغناء ما بقاش صوت بس الغناء زكاء شخصية إدارة انترفيو مظهر كل دول دول الميكينج بتاع المطرب في أوروبا وأمريكا بلاش كده في لغة تانية في أمريكا حاجة بيسموها اسمها الهوك عارف الهوك ده صانع نجوم يعني إيه أنا بتكلم أنا وانت فجأة حدا بيغني فبطلنا كلام وبصنا له آه لازم يتخذ خطف ودني آه ها إنما إحنا لوقت لما بيغني المطرب بنعمل إيه هو بيغني زعق وأنا بزعق أنا وانت أنا تعودت زعق ليه من كتر ما ده عالي وده عالي وده عالي وبعدين لغنى كله بقى إيه راع وخب عندك حق تقولوا علي مهرجانات عندك حق لأنك من كترة لو ما انتش فاهم بتقول إيه ترجمة نانسي قنقر